موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الفاضلين أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد أحصل علماء عشرات الأسماء لسورة الفاتحة وجعلتها الشريعة أساسا لأهم شعيرة من شعائر الإسلام وهي الصلاة التي لا تقوم إلا بقراءة الفاتحة وعنها قال العلماء إنها أفضل سور القرآن ففيها تصور عام وشامل للحياة والكون والسؤال هو لماذا احتشدت كل هذه القيم والأهمية في سورة واحدة من سبع آيات ولماذا أراد الشارع جريانها على الألسن يوميا في الليل والنهار ثم كيف يمكن فهم التصور الإسلامي للحياة والكون في ضوء النسق الذي حوته سورة الفاتحة وإيئة إمكانية لاستيلاد مشروع نهضة إسلامية انطلاقا من القيم الكلية التي شملتها السورة سورة الفاتحة ومقاصدها هي مادة حلقة اليوم التي تأتيكم تفاصيلها بعد هنيها إذن الفاتحة منزلتها ومقاصدها عن هذا الموضوع يسعدنا الترحيب بضيف الحلقة الكريم الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي أستاذ التفسير وعلوم القرآن في كلية الشريعة بجامعة قطر أهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور مرحبا بكم ومبارك الله فيكم أهلا وسهلا الفاتحة هذه السورة العظيمة التي حاوت فقط سبعا من الآيات وتتلى يوميا على مدارس أزمنة والعصور سبع عشرة مرة على الأقل في الحد الأدنى من اليوم والليل نريد أن نتعرف مع جنابكم على الأهمية المركزية التي تحتلها هذه الآية في الصرح القرآني العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على النبي المصطفى والخليل المجتبى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا الذكر والتذكير والتعلم والتعليم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك أرحم الراحمين وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضلا ما تؤتي عبادك الصالحين عندما يأتي كتاب عبارة عن مرسوم أميري أو ملكي أو رئاسي يتعلق بحدث معين فإنه يتلى بمناسبة ذلك الحدث مثلا تعين وزارة جديدة أو تعين رئاسة وزراء أو تعين حكومة جديدة أو تشكيل هيئة معينة يستمع الناس لأنهم يعتقدون أن لهذا المرسوم أو لذلك الأمر أو التوجيه أثر كبير لذلك يعتقدون أن لذلك الأمر أثرا كبيرا في حياتهم فكيف إذا كان هذا المرسوم الإلهي إذا كان هذا المرسوم مرسوما إلهيا وكان هذا المرسوم الإلهي يتكرر معنى ذلك أن له شأنا خاصا سيكون له مكانة عظيمة في حياة الموجودين إن كانوا لا يعرفون هذا الشأن الخاص فينبغي لهم أن يعرفوا وإلا لما خصصه الله تعالى بالتكرار والذكر وفق هذه المنظومة التي لا تقلعا ما تفضلتم به سبعة عشرة مرة طيب الله جل جلاله جعل هذا المرسوم عبارة عن سبع آيات في تسع وعشرين كلمة عندما نعد البسملة آية من آيات الفاتحة فقط تسع وعشرون كلمة جعلها الله فاتحة للقرآن فاتحة لكم؟ لستة الاف ومائتين وستة وثلاثين آية وجعلها الله هذه الفاتحة أم القرآن وجعلها الله أم الكتاب أم القرآن يعني ما يقرأ وأم الكتاب يعني ما يكتب وجعلها الله القرآن العظيم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يلفت الأنظار إلى سيل من الأسرار تكتنزها الفاتحة عندما يقول صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها وفي لفظ ولا في الفرقان مثلها إنها أم الكتاب وأم القرآن والقرآن العظيم والسبع المثاني إنها القرآن العظيم والسبع المثاني الذي أوتيته إذن لابد الإنسان أن يحرك نفسه وحياته لتأمل لماذا؟ ماذا تخفي هذه الفاتحة؟ وكنوع من لفت النظر إلى بعض كنوز الفاتحة فإننا نعلم أن سورة الفاتحة نزلت مبكرا وفي تقديري أنا طبعا لا توجد رواية قاطعة في مجال الترتيب التاريخي في الغالب لكن في التدبري الخاص أنا أظنها نزلت رابعة أو خامسة ضمن السورة التي نزلت يعني أول سورة نزلت كانت إقرأ التي هي سورة العلق وثاني سورة المدثر أو المزمل والثالث سورة إحداهما أيضا هي عندك مكية لا شك في أنها مكية ورابع سورة هي سورة الفاتحة أو سورة القلم إذن هي تنازع سورة القلم على المكانة الرابعة والثانية منهما ستكون الخامسة طيب بعد ذلك نزلت مجموعة من السور من هذه السور سورة الحجر في سورة الحجر نجد أن الله تعالى يقول وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر السبع المثاني المثاني يعني من المثنى والمثنى يعني ما تكرر والتي تتكرر في حياتنا هي الفاتحة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وفسر هذا تفسيرا يكاد أن يرتقي إلى مرتبة القطع في دلالة الآية فقال إنها القرآن العظيم و السبع المثاني الذي أتيته طيب السؤال الذي يطرح نفسه لماذا جاء ذكر الفاتحة والإشارة إلى الفاتحة في سورة الحجر لا بد أن ننظر في جو سورة الحجر وفي اسم سورة الحجر سورة الحجر سميت بهذا الاسم نسبة لحضارة الحجر هي حضارة قوية راسخة باذخة إلى الآن ما زالت أثارها موجودة بين الشام واليمن بين الشام واليمن يعني من قرى ثمود في صحراء الأحقاف و إلى البتراء تظل حضارة ثمود موجودة التي هي حضارة الحجر و الله وصفهم بالقوة في القرآن و وصفهم بالقوة والتمكن الحضاري ولذلك قال سبحانه وتعالى ولقد كذب أصحاب الحجري المرسلين و آتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين و كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين هنا في سورة الحجر و و وصفهم في سورة الشعراء فقال وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين إذن ينحتون الجبال أولا للأسباب الأمنية و ثانيا لأسباب الترفه الرفاه يعني عبارة فارهين إذن هم هنا يترفهون بمعنى أنهم يتمتعون بوجودهم و ليس مجرد يعانون من أجل حفظ أمنهم هناك هدف أمن هذا الترف يعني دكتور هذا الترف و ترف بالغ يعني مثل الذي يشتري السيارة بعشر مليون دولار و هو لا يبالي بها و قد ربما يرميها بعد قليل كذلك كانت حضارة أصحاب الحجر بعد أن ذكر الله حضارة أصحاب الحجر قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني و القرآن العظيم عندما نحاول الربط بين هذه الآية و اسم سورة الحجر و جو سورة الحجر يمكن أن نستخلص عددا من المعاني منها أن الفاتحة قد تمثل كنزا هائلا يمكن من خلاله أن نشيد حضارات أقوى من حضارة أصحاب الحجر و أيضا أفضل من حضارة أصحاب الحجر لأنها حضارة وجه الربط هنا دكتور لأنها جاءت في سياق واحد لاحظ ذكر الله سبحانه وتعالى من القصص في سورة الحجر قصة آدم عليه السلام ثم بعده قصة إبراهيم عليه السلام ثم بعده قصة لوط عليه السلام ثم بعده قصة مدين أصحاب الذين هم أصحاب الأيكة ثم الخامسة قصة أصحاب الحجر في أول السورة ذكر القرآن من البداية قال ألف لا مرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين وفي الآية التاسعة الثامنة من هذه السورة بيّن حفظه لهذا الكتاب فقال إِنَّا نَحْنُ نَزْلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قبل أن يذكر إِنَّا نَحْنُ نَزْلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بيّن أنه يمكن أن يهلك القرى الظالمة المكذبة ولا يبالي بها بقوته واقتداره قال وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ما تسبق من أمة أجلها وما يستاخرون وأيضا في أول السورة بيّن أن الأكل والتمتع والعلو في البلاد مع البعد عن الإيمان مع البعد عن معرفة الرحمن لا يمثل شيئا طيب بعد أن ذكر إذن الحضارات المتعددة عاد فقال وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقَّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَةَ الجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ والقرآن العظيم لا تودن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم الآن وضحت المسألة لأن الحضارات السابقة مثل الحضارات اللاحقة تسرق العيون ببريقها فيذهب الإنسان يهفو إليها يمكن أن يكون خائنا في سبيل أن يجد لذتها يمكن أن يكون عميلا في سبيل أن يتمتع بشيء منها والله تعالى يقول ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون ولكن يمكن أن ينشئ حضارة عظيمة من خلال الاستناد على هذه المبادئ التي يصدر عنها في سورة الفاتحة إذن هذه سورة واحدة وهي سورة الحجر فيها إشارات قوية للعظمة والمكانة التي للسورة الفاتحة حقيقة يعني لفتة طيبة نريد أن نتوسع فيها ربما في المحور الأخير كيف يمكن استلاد المشروع الحضاري من خلال هذه الآيات السبع لكن قبل ذلك دكتور الفاتحة حقيقة تحوي يعني الثناء على الله سبحانه وتعالى وتحوي طلب الاستعانة وفيها الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وفيها كذلك الدعاء طيب يعني هذه المعاني التي احتشدت فيها ثلاثة معاني ربما يدور عليها مدار حياة الإنسان وعباداته نريد أن أسألك يعني ما المعاني المتصلة بالله سبحانه وتعالى التي تغرسها الفاتحة في ضمير المسلم سورة الفاتحة تعرفك تعريفاً عظيماً بالله من خلال كلامك أنت يعني كيف من خلال كلامك هنا أنظر إلى هذه اللفتة العظيمة من أول السورة بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً بسم الله الرحمن الرحيم تطبيق مباشر لأول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سورة إقرأ لأنه في سورة إقرأ قال إقرأ بسم ربك فأنت الآن سميت بالله بسمه جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم بدأت بالقراءة الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الآن الكلام ليس من القوي العلي العظيم لعبده الذي يخاطبه بل صيغت سورة الفاتحة على أساس أنها خطاب من العبد الذي يريد الابتصال بالعظمة الإلهية من الأسفل الأعلى ولذلك علماؤنا يقولون الفاتحة في جهة وبقية القرآن في جهة أخرى كيف هذا الفاتحة صيغت على أساس أنها خطاب من العبد إلى الله ولذلك علماؤنا ماذا يقولون يقولون قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هناك محذوف الطبري يقرر هذا يقول هناك محذوف تقديره قولوا الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قولوا الحمد لله رب العالمين ويدل على ذلك أنك تقول في الآية الخامسة إياك نعبد إياك قل أيها القارئ إياك نعبد إذن أنت تخاطب الله طيب بقية القرآن رقية القرآن خطاب من الله إليه طبعا القرآن كله كلام الله لكن عندما تنظر إلى التفن إلى التنوع في طريقة الخطاب تجد أن الفاتحة خطاب مني ومنك إلى الله ومن أي قارئ وصورة البقرة خطاب من الله وما بعدها من الآيات خطاب من الله إلى عبده ولذلك ماذا يقول الله؟ وهنا بهذه المناسبة أذكر أن الدكتور جفري لانغ ثبته الله على دينه وهو دكتور في الرياضيات وأسلم بناء على قراءة القرآن لما قرأ الفاتحة وهو لم يكن قد آمن بالقرآن حينها قال وجدت أن الفاتحة تحوي بعض المعاني الموجودة في التوراة وفي الكتاب المقدس الذي عندهم الذي كان يعرفه قبل أن يلحد الذي كان يعرفه قبل أن يلحد قال ولكن وجدت في الفاتحة شيء غريب يجبرني الذي طلب قراءة هذه السورة على أن أخاطبه وأقول إياك نعبد إياك نعبد يجبرك أن تخاطبه أن تفتقل إياك نعبد طبعا هذا دعاه إلى أن يستكمل القرآن الكريم وأسلامه بعد ذلك الشاهد أن الفاتحة جاءت على لسان البشرية المؤمنة بينما بقية القرآن جاءت بخطاب الإلهية المعظمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وعلى هذا لفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنظار المسلمين إلى سورة الفاتحة وإلى عظمتها وإلى أنها شفاء لجسومهم ولعقولهم ولنفسياتهم فقال صلى الله عليه وآله وسلم وما يدريك أنها رقية خطابا لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه نعم دكتور حقيقة ثمة من العلماء كان السؤال تركيزا حول التعريف بالله بما أنك إذن تخاطب الله إذن أنت تتعرف إليه فهو يعرفك باسمه باسم الله اسمه العلم الأعظم هو الله لا إله إلا هو بالمناسبة اسم الله أنا في كتابي هذا كتاب مختصر عن سورة الفاتحة في كتابي في سورة الفاتحة الذي سميته الإسلام في سبع آيات بينت أن اسم الله هو الذات هو الإسم الذي دعا إليه جميع الأنبياء يعني لا يوجد اسم آخر دعا إليه الأنبياء يخالف اسم الله لا بد أن يدعو إلى اسم الله ربما سموا الله بصفات أخرى كما نسميه نحن مثلا العظيم الكريم الحليم الوهاب لكن اسم الله هو الذي دعا إليه الأنبياء وفي الموسوعة اليهودية الصادرة في أوائل القرن العشرين للميلاد يبين كتابها أن أقرب أن أقرب نطق لاسم الإله عند اليهود هو الله على الطريقة العربية وعرفنا باسمه ثم عرفنا بأساس صفاته وأساس صفاته الرحمن الرحيم الله عندما تتعرف إلى اسمه فإنك تشعر بأن الدنيا كلها في يديك من حيث الإطمئنان والسكينة فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا الله يا أعذب الألفاظ في لغتي ويا ألذ حروف في معانيها الله كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها الله أنسي وبستاني وقافيتي الله يا زينة الدنيا وما فيها والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا أن نرد هذا الاسم العظيم في كلامنا فإذا وقع للإنسان مثلا مصيبة أو نكبة فإنه يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم يقول الله ربي لا أشرك به شيئا والباقية الصالحات كلها ترديد لتعظيم هذا الاسم المكرم نعم يعني بما أنها يعني أنت ذكرت بأن الإسلام في سبع آيات بمعنى أن سورة الفاتحة تختصر أو تختصر الإسلام كله وتقدم الإسلام كله للعالم لابد أنها حاوى تصورا للحياة وللكون وللوجود نريد أن نبحث هذا معك بعد وقفة قصيرة لو سمحت وقفة قصيرة ومن ثم عودة الاستئنة في الحديث مشاهدين الكرام ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو عشرة آلاف وسبعمائة وسبعة وعشرون الاستقطاب أثقي على مدار القمر نايل سات أسعدكم الله ما زلنا سويا في الحديث عن مقاصد سورة الفاتحة والحديث في هذه الحلقة دائما مع الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي أستاذ التفسير وعلوم القرآن في كلية الشريعة بجامعة قطر نجدد الترحيب بكم في استوديوهات قناة الرافدين دكتور يعني قبل الحديث كنت تتحدث عن ما ذكرت في كتابك من أن الإسلام في سبع آيات هذا يقتضي أن الإسلام كله مختزل أو مختصر في هذه السورة وهذا يعني أن هذه السورة ربما تحوي في تفاصيلها في ثناياها تصورا لهذا الكون ولهذا الخلق ولهذا الوجود هل يمكن استنباط بعض هذا التصور بشيء من الاختصار من فضلك؟ سورة الفاتحة بهذه الآيات قد حوت تعريفاً مكثفاً عظيماً بالإسلام لماذا حوت تعريفاً مكثفاً عن الإسلام؟ لأنك أنت أيها المسلم ولأن كل مسلم يردد سورة الفاتحة ينبغي أن يعرف ما الدين الذي ينتمي إليه حتى يثبت عظمة هذا الانتمام وحتى يستطيع أن يخاطب الآخرين ولذلك جعلنا الله سبحانه وتعالى نردد سورة الفاتحة سواء أكنا علماء راسخين أم كنا طلبة مبتدئين سواء أكنا مزارعين أو فلاحين أو عمالاً أو موظفين سواء أكنا في القطاع الخاص أو في القطاع العام سواء أكنا الذي يردد الفاتحة ذكراً أم أنت جعل الله الجميع صغيراً أم كبيراً جعل الله الجميع يرددون الفاتحة إذن من خلال الفاتحة يمكن أن نعرف الإسلام ولذلك أنا سميت كتابي في تفسير سورة الفاتحة الإسلام في سبع آيات وبينت أن سورة الفاتحة تدور حول عشرة مقاصد هذه المقاصد العشرة هذه هي التي نجدها في كل آية آية بحسب التغتيب على هذا إذن الفاتحة تقدمنا تعريفاً مكثفاً عن الإسلام تقدمنا تصوراً شاملاً للحياة من أول من لفت النظر إلى أن الفاتحة تحوي تصوراً شاملاً عن الحياة ومن ثم تحوي تعريفاً مكثفاً عن الإسلام من أول من لفت النظر إلى هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذلك؟ في الحديث القدسي الذي رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين قسمت الصلاة الصلاة هنا بمعنى الفاتحة فسمى الفاتحة صلاة لأنها من أعظم أركان الصلاة ما الدليل على أنه أراد بالصلاة الفاتحة؟ ما سيأتي من الكلام الكلام اللاحق قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي وإذا أثنى علي عبدي وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وفي رواية فوضى إلي عبدي فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وغين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ونا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل أنت الآن عندما تأخذ هذا من ناحية مقاصدية ستجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم الفاتحة إلى ثلاثة اقسام القسم الأول حق الله الملك الحق وظهر ذلك في الآيات الأولى تمجيد والثناء نعم التي هي بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لأنه قال هنا حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي أو فوض إلي عبدي إذن هذه حقوق الله تعالى نأتي إلى الآية التي في الوسط التي هي الآية الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل هذه الحقوق المشتركة حق لله وحق للعبد حق لله في أن يعبده العبد وحق للعبد في أن يعينه الله جل جلاله طيب القسم الثالث الحق الخلق إذن هذا القسم الأول حق الله الملك الحق القسم الثالث حق الخلق عندما يقول العبد اهدنا اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين هنا تأتي حقوق الخلق التي يمدهم بها الله التي يمدهم بها الله جل جلاله طيب بذلك إذن نبدأ نفهم أن هناك تصورا واضحا للحياة تصور لحقوق الله تصور لحقوق العبد وتصور لما تقتضيه الحياة من الحقوق ولذلك قال علماؤنا بناء على حقوق الخلق في قوله اهدنا الصراط المستقيم عندما نأتي إلى حقوق الخلق سنكتشف شيئا مذهلا سنكتشف أن حقوق الخلق تنحصر في غايتين الغاية الأولى إصلاح الواقع الحاضر إصلاح الواقع الحاضر يعني الواقع البنيوي أين هذا إصلاح الواقع الحاضر في قوله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين لأنها حماية من الانحراف ووصول إلى طريق المنعم عليهم تخيل فلان لما تقول فلان يظهر عليها النعمة طيب يظهر عليها النعمة مع ذلك أن هناك راحة كاملة في حياتهم طيب الغاية الثانية أو النوع الثاني حق الإصلاح المستقبل ولكن لاحظ إصلاح المستقبل جاء في قوله مالك يوم الدين يعني قبل إصلاح الواقع الحاضر ولهذا سر يمكن أن يسأل عنه طيب الدكتور لو قفزنا إلى مستوى آخر مثلا من الحديث عن تصور الحياة والكون يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السور إياك نعبد وإياك نستعين هل يمكن الفهم بأن هذا الكون كله مرتب على ضرورة أن يقوم المخلوق بعبادة الخالق بمعنى على الإقرار والخضوع التام بوجود الإله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك بأن لا شيء يتم بدون معونة الله ومعيته هل هذه المعاني يمكن استقراؤها تصورا للوجود والحياة والخلق من السورة؟ من أهم ما ينبغي أن نعرفه عن الفاتحة ما ذكرته أنت يا أستاذ جهاد في البداية عندما قلت بأنها تعرف الإنسان بربه صحيح ولذلك عندما نقول باسم الله الرحمن الرحيم بدأنا به باسمه سبحانه وتعالى لأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء ثم جاء ذكر الخلق في قوله رب العالمين فالخلق هم العالمون وهو ربهم جل جلاله طيب هذا يجعل الإنسان يرنو إلى أن ينظر كيف يمكن أن تكون علاقته بربه جل جلاله هو في كل جزء من جزئياته مخلوق من ربه ابتداء وفي كل حركة من حركاته يستعين بربه بالمناسبة مر واحد من الأغنياء الكبار عندنا في بلادنا من الأغنياء الكبار الذين ظهر في اليمن نعم ظهر عليهم الجبروت وكان يوزع بعض الأشياء وهو جالس في مجلسه يقسم بعض الأشياء على سبيل الكبر والتجبر والغطسة والذين أمامهم ينظر إليهم نظرته للعبيد أمامه فهم لا يستطيعون أن يرفعوا رؤوسهم فقط ينتظرون ما يلقى إليهم من الهدايا التي ترد منه فالأول أخذ هديته والثاني أخذ هديته والثالث ينتظر لم يصله شيء وهم أيضا لا يرفعون رؤوسهم مطاطئين أمام جبروته فالتفتوا إليه وإذا هذا معروف الشيخ يعني هو شيخ تلك المنطقة شيخ قبيل البقر هنا من مشيخة الوجاهة مشيخة القبال وليس مشيخة العلم فكانوا طأوا رؤوسهم ينتظرون الثالث لم يصله شيء فطال الأمر فرفعوا رؤوسهم وإذا هو لا يستطيع أن يحرك يده يعني يبست يده فجأة هذا معنى وإياك نستحي وينبغي أن يدكر الإنسان أن الله هو الذي خلق هذه اليد كما خلق سائر الأعضاء هو الذي منح هذه النعم الزاخرة التي لا تستطيع أن تحصيها وعند ذلك تقول وإياك نستعين في كل حركاتنا لا حول ولا قوة إلا بك لا تحول من نفس إلى نفس ومن حركة إلى حركة ومن خطوة إلى خطوة ومن قيام إلى قعود ومن قعود إلى قيام ومن ذهاب إلى إياب ومن إياب إلى ذهاب ومن سؤال إلى أخذ ومن أخذ إلى سؤال لا حول للإنسان في إحداث تغيير في حياته نحو ما يريده إلا بقوة وهذه القوة لا تكون إلا بالله ولا قوة إلا بالله ولذلك كان علماءنا يقولون إني إليك مدى الأنفاس محتاج لو كان في مفرق الإكليل والتاج دكتور هذه النقاط التي ذكرتها عطفا على ما تفضلت به يعني عندما تتيبس يد هذا المتغطرس رجل الأعمال المتغطرس وتربطها بمعنى الاستعانة بأنه لابد من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى هنا أسألك عن الحكمة من حشد كل هذه المعاني والقيم الأهمية في هذه الآيات السبع وحصر الإسلام كله بناء على رأي كثير من العلماء في هذه السورة ثم بعد ذلك إلزام الناس بتكرارها 17 مرة في الحد الأدنى في اليوم ما الوعي الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يرسخه في عباده من وراء هذه السورة كأن الله جل جلاله جمع جميع آيات صفاته وجميع آيات أعماله وأفعاله كأن الله جل جلاله جمع جميع أسس الإسلام في سورة الفاتحة ولكن بصورة في غاية البساطة يفهمها العام كما يفهمها العالم إلا أنه قد علم كل أناس مشروعهم وكل منهم يفهم على قدره لكن هناك شيء مشترك بينهم جميعا وهي وضوح الوضوح الشديد للمعاني لمعاني سورة الفاتحة ولذلك التعجل في سورة الفاتحة لا يوجد كلمة واحدة مما نسميه الغريب في اللغة بل كلها في غاية الوضوح وعندما تربط بينها تكتشف هذا الكم الهائل فذكر النفعة الذكرة بما أنها تتكرر سبع عشرة مرة على ألسنتنا على الأقل وهي في الحقيقة تتكرر أكثر من ذلك لكن نقول نحن سبع عشرة مرة باعتبار عدد الركعات المفروضة فإذا أضفنا إليها السنن وإذا أضفنا إليها الرقية وإذا أضفنا إليها الشعور بالتلذذ كم ستكون إذن كل هذا من أجل أن يتذكر الإنسان أن يعرف قدره وإذا عرف قدر نفسه عرف قدر ربه وما خطر ببالك فالله أجل من ذلك عند ذلك يكون أذل عند الله الأجل ومن كان لله أذل كان عند الله أجل دكتور حقيقة يعني كلام ممتع ومعاني لافتة لكن يعني عطفا عليه لو علقنا قليلا يعني عندما الله سبحانه وتعالى يفرض على الناس بأن يكرروا هذه المعاني معاني العبودية ومعاني الثناء على الله سبحانه وتعالى ومعاني طلب الاستعانة به ثم بعد ذلك التحذير من أن يكونوا في مصاف المغضوب عليهم والضلين وتكرارها وتكرارها على مدار الحياة والعمر يعني هذا يوحي أن الأمر خطير وأن الأمر ليس سهل بأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتبع في بصمة الإنسان هذا الخضوع وهذا الاستسلام وهذا الذل التام المطلق لله سبحانه وتعالى أن الأمر ليس سهلا ليس بسيطا في بداية السورة يرى الإنسان أنه يخاطب الله ويتقضب إليه شيئا فشيئا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم يعترف بحقه جل جلاله في أن يكون كل إنسان عبدا له إياك نعبدو العبودية هذه لا تنفع الله بل تنفع العبدة هي عبارة عن منهاج للحياة وخلاصتها العبادة هي محبة الحق وابتغاء النفع للخلق محبة الحق وابتغاء النفع للخلق كما عرفها علماؤنا حينما قالوا اسم الظاهر لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة بعد أن يصل الإنسان إلى هذا عند ذلك يطلب من الله أن يعرف طريق الحياة وطريق الحياة هو طريق يسير فيه الإنسان في ممأو وهذا طريق بغي أن يكون ممهدا ولذلك سماه الله الصراط المستقيم اهدنا الصراط والصراط هو الطريق الواضح المتسع الموصل للمطلوب ثم إن الله وصفه بأنه مستقيم لماذا؟ لأن الصراط لتأكيد معنى الصراط وإلا فالصراط الأصل فيه الاستقامة يعني لو قلنا طريق لكان يحتمل أن يكون طريقا فيه عوجاج فيه تعرج لكن الصراط في ذاته هو مستقيم طيب لماذا وصفه الله بالاستقامة؟ وهو أصلا هو بمسمه الصراط هو مستقيم لماذا؟ بعضهم قال لزيادة التأكيد أنا إظهر لي أنه لبيان التلذذ في إظهار هذا الصراط في إظهار حقيقة هذا الصراط ولذلك قال اهدنا الصراط المستقيم طيب هذا الصراط المستقيم ينبغي أن يشعر الإنسان فيه بأنه سار في طريق مليء بالنعمة لا مليء بالآلام والموجعات والشقاء والشقاء فلذلك قال الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين يطلب العبد من ربه ذلك فيقول صراط الذين نعمت عليهم من الذين يمكن أن يحرفوه عن هذا الصراط المستقيم؟ الذين يمكن أن يحرفوه فئتان الفئة التي امتلأت بالغضب الإلهي وتريد أن تحرف الناس أن تجرف الناس إلى الغضب الإلهي والفئة الثانية الفئة الممتلئة بالضلالة كلهم يحاولوا أن يبعده عن هذا الصراط عن اليمين وعن الشمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تصوير توضيحي مدهش يبين هذا لوحة لوحة جميلة جدا حتى يمكن رسمها قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد ضرب الله مثلا صراطا مستقيما طريقا مستقيما ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران هذا الصراط وهنا سور وهنا سور ما معنى السور مثل الأسوار التي تكون في الجسور تحمي الإنسان من أن ينقلب عن اليمين أو أن يرجع إلى اليسار بحيث يمشي في طريقه ضرب الله مثلا صراطا مستقما وعلى جنبتي الصراط سوران قال وفي كل سور أبواب مفتحة هنا باب هنا باب هنا باب وهنا باب وهنا باب وهنا باب على طول الصراط قال وعلى الأبواب المفتحة ستور مرخى هناك ستائر وداع يدعو من أمام الصراط يعني على البوابة يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا أو قال ولا تعوجوا وداع يدعو من داخل الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح الستر شيئا من الستر وهو يمشي يعجب يدخل هذا الستر المرخى لأن الباب مفتوح يريد أن ينظر ما وراءه فإذا أراد الإنسان أن يكشف ذلك الستر قال له الداعي الذي في الداخل إياك لا تفتحه فإنك إن تفتحه ترجه يعني تدخل ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللوحة الرائعة فقال فالصراط المستقيم الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي الذي يدعو أمام الصراط القرآن والداعي الذي يدعو من داخل الصراط وعظ الله في قلب كل مؤمن هذا هو الصراط المستقيم وهذا القرآن النحوي الشهير يقول أموت في نفس شيء من حتى وأنا لا أموت لكن أقول ما زال في نفس شيء من أن الفاتحة هي اختصار للإسلام كله مدام الأمر كذلك فينبغي هذا اقتضاء معنى أنها تصلح الدنيا والآخرة كيف يمكن فهم أن الفاتحة تصلح دنيا الناس وآخرة كهم نحن ذكرنا بأن الفاتحة جاءت لإصلاح الواقع الحاضر الذي يدلنا على ذلك أن الله علمنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم من الظالم طيب كلمة أنعمت عليهم ما معنى أنعمت النعمة هي كل ما مس الإنسان كل ما لقيه الإنسان مما يحب في الأمور الدينية والدنيوية مما يحب ويشعر بالاطمئنان إليه في الأمور الدينية والدنيوية ولذلك مثلا سمى الله تعالى ما كان فيه فرعون من حضارة ضخمة جدا ومن رفاه هائل جدا نعمة قال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها ثاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماو الأرض وما كانوا منظرين إذن النعمة ما وجده الإنسان مما يحب ويؤدي إلى اليسر في حياته والرفاه في نفسه في الأمور الدنيوية طيب وكذلك في الأمور الدينية في الأمور الدينية ولذلك من الله على المؤمنين بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد من الله على المؤمنين يذبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وعليهم كتابة الحكمة وكذلك مثلا الوصول إلى المجد الأخروي نعمة قال الله تعالى عن الشهداء قال يستمشرون بنعمة من الله إذن قوله اهدنا الصراط المسقين صراط الذين نعمت عليهم أي النعمة الدنيوية حتى لا يظن الإنسان أن معنى الدين أنك فقط تترك متاع الحياة الدنيا النعمة الدنيوية بيّنها وكذلك النعمة الأخروية لكن أنا لفت النظر يعني يلفت نظرك في سورة الفاتحة أن الله ذكر النعمة الأخروية قبل النعمة الدنيوية قال مالكي يوم الدين هنا وإشارة إلى الحياة الأخروية ثم ذكر الحياة الدنيوية فقال إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم صحيح؟ طيب السؤال لماذا ذكر النعمة الأخروية أو الحياة الأخروية قبل الحياة الدنيوية مع أن الترتيب المنطقي الزمني هو بالعكس أن يذكر النعمة الدنيوية أولا ثم يذكر النعمة الأخروية ثانيا الجواب على هذا أن الله ذكر أولا العالمين والدنيا في قوله رب العالمين الحمد لله رب العالمين فيدخل في كلمة العالمين الحياة الدنيوية وكذلك الحياة الأخروية لكن الجواب الواضح أن يبين الله لنا أن الحياة الدنيا أن الله يشير إلينا أن الحياة الدنيا لا تساوي شيئا لذلك إن بغي أن يكون الهدف الأول هو الوصول إلى النعيم والمجد في الحياة الأخروية وليس في الحياة الدنيوية من أجل ذلك ذكرها الله أولا قبل أن يذكر الحياة الدنيوية وقد ثبت الله هذا المفهوم في آيات كثيرة في القرآن الكريم مثلا في قوله وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبٍ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لكن صراط الذين أنعمت عليهم لماذا ليكونوا النعيم هنا بأنعمت عليهم بالتوحيد أنعمت عليهم بالإيمان أنعمت عليهم بالعبادة لأن مفهوم النعيم ربما يكون في التصور الإسلامي هو المرتبط كما تفضلت قبل الخليل بالآخرة قبل أن يكون بالدنيا نعم ذكرنا بأن كلمة أنعمت تتعلق بالنعيم الدنيوي والنعيم الأخروي لكن الله تعالى عندما ذكر مالك يوم الدين أولا حتى إذا وجد الإنسان آلاما في طريق الدنيا لا يقول بأنه فات علي النعيم بل النعيم أمامك المصلى أمامك النعيم أمامك ولذلك حرام بن ملحان الذي هو من أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار عندما قام إليه ذلك الرجل الغادر المجرم الذي أعطى العهد له بأن يبلغ رسالة الله تعالى وله الأمان بينما هو يلقي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ رسالة الله قام إليه أحد الغدرة من القوى الوثنية التي كان يبلغها رسالة الله فطعنه بالحربة من ظهره فأنفذها حتى أخرجها من بطنه فقال فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة إذن هنا شعر بأن ذهاب الحياة الدنيوية لا يعني كبير شيء لأن هناك النعيم الذي لا يشقى الإنسان بعده أبدا وهو أمامه وتعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة فيقال له هل مر بك خير قط هل مر بك نعيم قط فقل لا يا ربي والله ما مر بي خير قط ولا رأيت نعيم قط ويؤتى بأشقى أهل الدنيا فيغمس غمسة في الجنة فيقال له هل مر بك بؤس قط هل مر بك شقاء قط فيقول لا يا ربي والله ما مر بي شقاء قط ولا رأيت بؤس قط وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم يعني الآن قبل أن نذهب إلى الفاصل وهو هنا قضية محورية نتحدث عن مقاصد سورة الفاتحة إذا ما كانت هي الإسلام وكله فما جملة المقاصد التي وردت في هذه السورة حاولت تبعا لكثير من أهل العلم أو تعلما على موائدهم من السابقين أن أتدبر القرآن العظيم لأنظر المحاور العامة التي تدور عليها السورة ومن ثم أستطيع أن أصل من التفسير الجزئي إلى التفسير الكلي ومن التفسير الكلمي إلى التفسير العام حاولت أن أفعل ذلك ولذلك ظهر لي أن سورة الفاتحة تعرف بالإسلام تعريفا مكثفا وتنحصر مقاصدها أو محاورها في عشرة مقاصد طبعا محاور يمكن تسميها مقاصد باعتبارين من فاصلين المقصد الأول عندما تأتي إلى واحد غير مسلم تريد أن تعرفه بالإسلام أو تأتي إلى واحد مسلم وتريده أن يزداد إيمانا أو تأتي إلى واحد ينضال وتريده أن يهتدي عليه فقط أن يقرب الفاتحة وعليك أن تستحضر هذه المقاصد في الفاتحة فالمقصد الأول التعريف باسم الله الملك الحق اسمه الله باسم الله والتعريف بأساس صفاته الرحمن الرحيم المقصد الثاني الدليل على أن الله يستحق أن يعبد ويوحد في العبادة ما الدليل؟ الحمد لله رب العالمين أنه هو الذي خلق العالمين ما معنى أنه هو رب العالمين؟ ما معنى كلمة رب؟ أربعة معانين المعنى الأول الرب هو السيد المطاع والمعنى الثاني الرب هو الملك والمعنى الثالث الرب هو المربي حال للشيء حالا فحالا المعنى الرابع هو الخالق مدام مضيف للعالمين فهو الخالق إذن هذا هو المقصد الثاني بيان الدليل على أن الله يستحق العبادة ليس فرعون ولا هبل ولا اللات ولا العزة ولا فلان وفلان من البشر لأنه رب العالمين هذا المقصد الثاني باقي عندنا ثمانة مقاصد طيب يعني لو نجملها تعدادا يعني حتى تطلح المقصد الثالث الرحمة أساس الطبيعة أساس نزول الشريعة وخلق الطبيعة الرحمة أساس نزول الشريعة وخلق الطبيعة وهذا يبصرنا به قوله تعالى الرحمن الرحيم المقصد الثالث الرابع قصة النهاية وبداية الحياة الجديدة مالك يوم الدين إذا هنا يتقص علينا قصة النهاية للحياة الدنيا وبداية الحياة الحقيقية المقصد الخامس المطلوب من الخلق أن يسير على منهاج العبادة إياك نعبد المقصد السادس كيف يمكنهم أن يسير على ذلك وهم بشر ضعفاء بكل سهولة أغوى أغوى الشيطان وأباهم في الجنة بكل سهولة فكيف يمكن قال وإياك نستعين الإعانة طريقة تطبيق الإنسان لتطبيق وظيفة العبادة هذا المقصد السادس المقصد السابع اهدنا الصراط المستقيم العبادة المطلوبة من العبد هي التي تسير على الصراط المستقيم طيب المقصد الثامن الصراط المستقيم حتى لا يضل الإنسان هو الذي سار عليه الأولون من الأنبياء والصحابة رضي الله تعالى عنهم ونحن عندما نقول الصحابة الصحابة يدخل فيهم ثلاث فئات فئة فئة أمهات المؤمنين لأنهن اللواتي يخبرنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وفئة قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل الإمام علي رضي الله تعالى عنه والإمام وعن النبي صلى الله عليه وسلم العباس لأنهم يخبرون عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة خارج نطاق حياته مع زوجاته والفئة الثالثة بقية الصحابة رضي الله عنهم مثل أبي بكر وعمر وعثمان لأنهم يخبرون عن حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه وفي حياته العامة إذن سراط الذين أنعمت عليهم توضيح حقيقي لمعنى العبادة ولذلك الذي يحاول أن يطعن في المنعم عليهم ينبغي أن يراجع نفسه بعد ذلك يأتي المقصد التاسع وهو حماية الصراط المستقيم من الأخطار التي تريد تدميره وهي أخطار المغضوب عليهم وأخطار الضالين عندنا مقصد عاشر نعم دكتور وضحت الفكرة وهي متقاربة إلى حد ما لكن يعني الآن كيف يمكن من خلال هذه المعطيات الكبيرة المحتشدة في سورة الفتحة استيلاد أن نستولد مشروعا نهضويا يخلص المسلمين من حالة الضياع والتفكك واستيلاء الأمم عليهم في هذا الوقت أحسنت هنا يأتي المقصد العاشر نحن ربما تسأل تقول كيف يعني مقصد عاشر نحن ذكرنا تسعة مقاصد من خلال سبع آيات وانتهينا وصلنا إلى ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين لماذا يعني يوجد مقصد عاشر وقد انتهينا من آخر كلمة في سورة الفاتحة نقول لأن هناك مقصد مبسوث في الفاتحة ما هذا المقصد؟ الوحدة التي ينبغي أن تتحقق بين قلوب المؤمنين والمؤمنات من أين أخذنا كلمة الوحدة؟ من خطاب الجماعة من كلام الجماعة من أن الله يعلمنا أن نتكلم باسم الجماعة فيقول اهدنا يعلمنا نقول إياك نعبد وإياك نستعين مع أن الذي يقرأ ربما يصلي صلاة فردية لوحده المتوقع أنه إذا صلى وحده يقول إياك أعبد يا رب وإياك أستعين يا رب اهدني الصراطة يا رب لكن الله يعلمنا دائما أن نتكلم بنون الجماعة حتى نشعر بهذا التكاتف والتعاطف والتآلف والتآذر والتعاطف هذا على مستوى الوحدة لكن إذا ما أراد المسلمون أن يعصفوا ذهنهم ذهنهم ويستخرجوا ملامحة أو بذور مشروع نهضوي للأمة الإسلامية انطلاقا من هذه القيم المبثوثة في أسورة هذا الأساس الأول بخير عندي ثلاث دقائق نعم هذا هو الأساس الأول أساس الوحدة والاتحاد ولذلك تجد أن الشيطان يعمل دائما على الفرقة بينهم ونبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك فيقول إن الشيطان قد يائسا أن يعبده المصلون في جزيرة العربية ولكن في تحريش بينهم أما الأساس الثاني فتجد أن الله تعالى يخبرنا أن نجعل أي انطلاق ينبثق عن معرفته التعرف إليه وليس عن الأطماع الأنانية عندما تكون الأطماع البشرية الفردية تجد مثلا 3% كما تقول بعض الإحصائيات 3% أو 5% يملكون نحو 70% من ثروات البشر بينما بقية البشر بقية البشر الذين هم 7 مليارات لا يملكون إلا نحو 30% وبعضهم يقول 20% من الثروات البشرية لماذا؟ لأن هناك انطلاقا من الأنانية البشرية من الأثرة البشرية وليس انطلاقا من التعرف إلى الله طيب المعنى الأساس الثالث الذي ينطلق منه الإنسان لإيجاد مشروع نهضوي يغير من حال هذه الأمة التغيير الأمثل الأحسن أن يعلم أن الإسلام عبارة عن توازن لا يوجد في الحضارة الرأسمالية ولا يوجد في الحضارة الشيوعية ولا يوجد في الحضارات المشوهة المنحرفة ولو سمت نفسها إسلامية الإسلام يوازن بين الدنيا والآخرة ويوازن بين حاجات الجسد ومتطلبات الروح الإسلام أتى لإشباع العاطفة كما أتى لمحاورة العقل الإسلام أتى لعمارة الدنيا كما أتى لبناء الآخرة ولذلك قلنا بأن الله تعالى ذكر الحياة الدنيا في قوله اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم وكيف يسير الإنسان في الحياة الدنيا وذكر قبل ذلك الآخرة هناك أساس رابع مهم جدا وهو الرحمة ذكر الله الرحمة أربع مرات المرة الأولى في البسملة والمرة الثانية في الآية الثالثة الرحمن الرحيم في البسملة عندما نعدها آية من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم كان يمكن أن ينوع الله بين الصفات التي تتكلم عنه لكنه ذكر الرحمة أربع مرات كل ذلك ليبين أن المقصودة بالحضارة ليست التفوق وليس العنصرية وليس الاضطهاد وليس الداروينية الاجتماعية التي فيها البقاء للأصلح وهذا يقودنا إلى الحديث عن نسبية الخير أو مفهوم الخير بالنسبة للحضارة الإسلامية وبالنسبة للحضارة الغربية وهو اختلاف كبير معذرة أدركنا الوقت أشكرك على ما أفضت به في هذه الحلقة دكتور شكرا جزيلا مشاهدين الكرام ختاما أشكر ضيفياء الكريمة الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي أستاذ التفسير وعلوم القرآن في كلية الشريعة بجامعة قطر الشكر موصول لكم حضرات المشاهدين دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة